السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا عندنا مجموعة من الصينيات وكان فيها تربة ألمانية تركتها ما يقارب يمكن يومين أو ثلاثة أيام بدون أي ري طبعا هي ما فيها بذور ولكن أنا رغبت أنه نوعا ما أخص بها لكن علشان نعرف أنه الترب البديلة التربة الألمانية البوتينك سويل البيتموس جميع الأصناف هذه إذا فقدت الرطوبة راح يكون عندنا مشكلة فبلاش أنه أنت تتركها لحد ما تفقد الرطوبة كاملة أيضا الأكياس يعني زي الكيس هذا ما يترك مفتوح لابد أن يقفل بعد الاستخدام تقفل بشكل محكم من أجل أنه ما يفقد الرطوبة في حالة فقدان الرطوبة راح تواجه مشكلة في عمليات الري المقبلة يعني أنت تتوقع أنه لما تضع ماء بالأعلى أنه خلاص التربة كلها شربت الماء وهذا غير صحيح طيب إحنا راح نشوف الآن إحنا عبينا هذا ماء كاملا وراح نشوف اللي تحته هل يوجد فيه ماء أم لا أيضا الحوض بالأسفل هنا فيه ماء طيب راح تقولون لي ليش الماء ملون الماء فيه أنتوا شايفين الدب اللي هنا فيها اللي يسمونه شاي الكمبوست تمام لأني أرغب أن أجعل التربة مخصبة أكثر فأضيف لها العناصر لأنه أرغب تكون هذه زراعة عضوية لو شلنا الصينية هذه راح أشوف الصينية اللي تحتها ما تشربت أيضا بشكل جيد معناته أنه الماء اللي نزل هنا في المنطقة هذه ما نزل بشكل كامل طيب عشان نثبت أكثر احنا ما عندي احنا راح نضحي بالصينية هذه وراح نخرج التربة اللي فيها كاملة ونتأكد هل أنه فعلا تشربت أو لا أو نعطيكم حل آخر أنه احنا نغمرها بالماء مرة ثانية راح أغمرها بالماء الآن وارجع لكم غمرناها بالماء الآن تلاحظون وجود طبقة صغيرة زي هذه مثلا هذه ما تشربت بشكل جيد تمام أيضا هنا تلاحظون أنه بدأ يطلع شي ناشف تمام الناس اللي فعلا يعني يجعلونها تنشف بشكل كلي هذه مشكلة أيضا الري من الأعلى باستمرار مزعج ولذلك لا بد أن يكون في ري من الأسفل في حالة أنه نشفت التربة بشكل كبير لكن إذا ما نشفت التربة وانت تروي من الأعلى إن شاء الله ما يكون عندك مشكلة طيب خليها شوي عشان تتشرب نعطيها مجال لكن راح نخرج التربة كاملة أو على الأقل لو أربع خمس عيون نتأكد راح نبدأ الآن نزيل التربة اللي موجودة هنا كاملة ونشوف هل شربت الماء كاملة أو إلا فيها شي ناشف بسم الله لاحظتم من البداية هذه ما شربت الماء تمام؟ لذلك الرأي من الأعلى مش مناسبة هذه هو الوحدة بانت طيب نشوف الثاني هذه لاحظون ما شربت ثالثة ما شربت لذلك أنت تروي من الأعلى تمام؟ وقد يخرج الماء من أسفل صينية التشتيل وتتوقع أنه انت رويت بينما البذر اللي موجودة عطشانه ولذلك هي تموت راح أوريكم نباتات الآن الآن شايفين نباتات هذه بعضها حي وبعضها ميت والسبب نفس الفكرة أنها تركت وعطشت لفترة ولذلك النموات غير جيدة المنطقة هذه كانت تحتها ماء مباشرة لذلك كانت تشرب اللي وراه هناك ماء حولها ماء هذه أيضاً يعني الماء يتصرف بأشكال غير جيدة أيضاً نفس الفكرة هنا في الصينية هذه لذلك لا بد أن ننتبه طيب كيف كيف أنا أعالج هذه المشكلة راح نشوف الآن علشان أعالجي مشكلتي بشكل جيد راح أقفل هذه نقفل هذه أيضاً نترك الصينية التشتيل في حوض ماء لحد ما يظهر البلل من الأعلى لا بد أنك تتركها تجلس عشر دقائق ربع ساعة ساعة ما في مشكلة لا بد أن تبقى لحد ما تتبلل ويخرج الماء من الأعلى تشوف المنطقة اللي فوق رطبة إذا رأيت المنطقة اللي فوق أنها رطبة وأنت أعطيتها الماء من الأسفل زي ما هو حاصلين في الصينية معناته بعون الله سبحانه وتعالى أنك حليت المشكلة وأيضاً لو تتركها وقت إضافي مثلاً لو تعمم الماء خلال ربع ساعة أو عشر دقائق يعني ممكن تزيدها خمس دقائق إضافية من أجل أن تتأكد أكثر بعد كذا لما نضع بدورنا ما نخليها تنشف نشوف نهائي مئة بالمئة وإنما إلى نسبة سبعين ثمانين في المئة أنها ناشفة ثم نروي تكون تتشرب الماء بشكل جيد سأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم وإن شاء الله تكونون استفدتم شكراً لك